بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس السابع والعشرون اللي خاص بأساسية الASP.NET اليوم هنحكي عن الASP.NET Radio Button List أنا محمد إماد عرفه بهذا الدرس هنتعرف على Control جديد وهو Radio Button List تمام طبعا بداخل الASP.NET تمام تعرفنا عن العديد من الList Controls مثل Dropdown List مثل Checkbox List مثل List Box واليوم رح نتعرف على Radio Button List تمام طبعا الRadio Button List هي تمام نفسها نفس اللي هي List Controls الموجودة عندي هون بحيث انه Radio Button List Control هي عبارة عن Collection of List Item Objects وطبعا الـ Items بإمكانك إنك تضيفهم At the Design Time بالHTML أو اللي هو عن طريق استخدامك اللي هو الكود تمام At Running Time كذلك أيضا Radio Button List بإمكانك إنك تربطها بالبيانات تمام وطبعا عن طريق اللي هو استخدامك مثلا لـ Table بداخل Database أو عن طريق اللي هو XML File زي ما شفنا اللي هو لما شرحنا الدرس اللي هو Dropdown List وشفنا كيف بإمكانك إنك تربط أو كيف بإمكانك إنك تخلي الـ Dropdown List تعمله Bounding مع اللي هو Database Table ومع XML File فما ينطبق على اللي هو Dropdown List ينطبق تماما على اللي هو Radio Button List تمام كذلك الأمر اللي هو Checkbox List اللي تعرفنا عليه بحيث إنه زي ما حدنا نعرف إنه Checkbox List بسمح لـ User بإنه يختار أكثر من خيار تمام فبالتالي بإمكانك الـ User يختار إما خيار واحد أو أكثر من خيار لكن إذا بدك الـ User يختار خيار واحد فقط من مجموعة من الخيارات بإمكانك إنك تستخدم اللي هو Radio Button List و Radio Button List هو عمليا is commonly used to present maturely exclusive هو فقط بيخليك إنك تختار أو بيجبرك إنك تختار خيار واحد اللي هو فقط أوكي طبعا في هذا الدرس رح نتعرف على أهم من الـ Properties اللي خاصة بالـ Radio Button List مثل اللي هو Repeat Direction Repeat Columns Repeat Layout طبعا هاي اللي هي الـ Properties مثل اللي هي Repeat Directions Repeat Columns هي أيضا Properties موجودة بداخل اللي هو Checkbox List تمام خلينا نشوف مثال بيوضح ذلك طيب بالبداية أنا رح أقوم ببناء نفس هذا اللي هو الـ Web Phone موجودة عندي هون بحيث رح يكون في عندي اللي هو Radio Button List زي ما احنا شايفين بحيث رح يكون عند List Items اللي هي Red Green Blue Orange ومنجرد ما يعمل Submit رح يجيط بعض المعلومات اللي خاصة فيه وعندما يجي عمل Clear عمليا رح يشيل الخيار اللي اختاره اللي هو User تمام نقطة مهمة جدا بدي أحكيها انه هنا لابد انه ننتبه انه الـ User بيختار خيار واحد فقط تمام خلينا قبل ما نبدأ بهذا الـ Web Form خلينا نتعامل مع هاي الـ Properties اوكي خلينا نروح الان الـ Asp.net رح أقوم عندي هنا بإضافة اللي هو Radio Button List تمام زي ما احنا شايفين عندي هون هذا هو Radio Button List حتى أضيف عليه Items بإمكانك انك تضيف عليه Items بنفس الطريقة اللي يكون نضيف فيها الـ Dropdown List في الـ Checkbox List في الـ List Books و تمام والآن نفس الفكرة بالنسبة الـ Radio Button List عندي تمام رح أعمل Copy Paste تمام و رح تلاحظ انه لو رحنا على Design قام عمليا بإضافتهم بشكل Vertical بإمكانك انك تخليهم بشكل Horizontal اذا بدك تخليهم Horizontal بتروح على الـ Properties تمام وطبع بتختار عندك من هنا اللي هو Properties لاحظ انه هنا في عندي اللي هي الخاصية اللي هي Repeat Direction بداخل Repeat Direction بإمكانك انك تخليهم اللي هم Horizontal فبالتالي بعرض لك إياهم Horizontal وطبعا في عندي Another Property مهمة اللي هي Repeat Columns By Default هي بتكون 0 0 معناته انه كل هاي الـ Items معروضة ضمن اللي هو Column 1 إذا بدك ينعرض مثلا في Two Columns بعرض لك إياهم فبتقوم اللي هو كتابة 2 وبتضغط على Enter فبالتالي رحي عرض لك إياهم بشكل Two Columns الآن خلينا نرجحها بشكل اللي هو By Default تمام إذا هذا هو بالنسبة ل Repeat Directions والRepeat Columns في عندي أيضا خاصية مهمة جدا وهي تتميز فيها اللي هي Rate of Button List اللي هي Repeat Layout خلينا نشوف Repeat Layout تمام الآن لو أجيت عملت Click Right ورحت على Properties راح تلاحظ انه اللي هو Repeat Layout اللي هو By Default Table تمام هذا الحكي انه لما نيجي نعمل Cutrol و F5 خلينا نشوف شو اللي راح يصير معاي الآن لحظ تلاحظ انه راح يكون في عندي هنا اللي هو Radio Button List زي ما احنا شايفين الآن نضغط Click Right وعملت اللي هو View Page Source لحظ تلاحظ انه انه بداخل عندك View HTML resource راح تلاحظ انه Radio Button تمام عملها اللي هو Implement باستخدام اللي هو Table فلحط تلاحظ انه مجرد Table وبداخل ها زي ما احنا شايفين اللي هي عمنا Table row تمام الآن اذا ما بدك يتعامل معها As a Table فبالتالي بدك اياها مثلا As a Flow فبالتالي الان او عملت Cutrol و F5 لاحط لاحظ انه راح يارض لك اياهم وفعليا ال Items لحط لاحظ انه هون ما تعامل مع اي Table تمام الآن اذا بدك يتعامل مع مثلا بدك مثلا Unordered List او Ordered List خلينا نختار مثلا Unordered List مجرد ما اخترت Unordered List اعطاني انه في عندي Something Error تمام كتب لي انه There was an Error Rendering the Control عمله مو عمله خلينا نحكي مقادر انه يبني هذا Control فبما انه مو قادر انه يبني هذا Control تمام فبالتالي زي ما احنا شايفين انده هنا اذا بتلاحظ انه عمله بحكي انه Unordered List and Ordered List Layouts Only Support Vertical Layout هذا الكلام انه Unordered List و Ordered List بكونوا فقط شغالين لما يكون Repeat Direction هم Vertical فمجرد ما أخلي Vertical مباشرة عملي لها Rendering وبنالي هاي Radio Button List اوكي ان لو بنعمل Control و F5 راح نطلح انه عندك Unordered List تمام زي ما احنا شايفين او بنعمل Click Write و View Page Resource راح اطلحظ انه تعامل مع Radio Button List as an Unordered List زي ما احنا شايفين اوكي تمام طبعا اذا بدك اياها Order List مباشرة تختار من هنا اللي هو Order List و بتعمل ctrl و F5 اوكي الان لاحظ معي انه راح يجار رضي اياهم ك Order List View Page Source لاحظ انه هون عمل و بتعمل مع Order List اوكي تمام الان اذا بديك تنتهر الان نقطة مهمة جدا انه لما تتعامل مع Order List وال Unordered List لا بد انه تكون اللي هو Repeat Direction Vertical Otherwise عملية هيعطيك اللي هو Error اللي هو Rendering لل Radio Pattern List خلينا نرجع الوضع زي ما كان على Horizontal والTable تمام الان 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 اللي بدي اعماله بدي ابني نفس هاي اللي هي السلايد بحيث انه اليوز لما يعمل Selection على اي option ويضغط على Submit مباشرة نعرض لهاي التفاصيل مباشرة رح اقوم عندي هون باضافة اللي هو Two Patterns ال Pattern الاول رح اسميها عندي هون اللي هي Submit التكستاحة خلينا سميها عندي هون اللي هو Submit وايضا رح اقوم عندي هون باضافة اللي هو Another Pattern تمام رح اسمي هاي Pattern خلينا نحكي اللي هو Clear Selection زين ما احنا شايفين عندي هون اوكي الان بمجرد ما اليوزر يضغط على هاي البتون مباشرة بدي يجي رضلي اللي هو المعلومات الخاصة اللي هو List Item اللي هو عمليا Text و Value و Index لكن تنتبه لنقطة مهمة جدا انه بالRadio button List عمليا اليوزر رح يختار One Option فبالتالي ما في داعي انه For Each Loop ويجي بعد هيك مباشرة يشيك اذا كان هذا List Item الوزر يختار او ما اختار فاذا اختار مباشرة رح رضلي معلومات ما في داعي لانه انا فعليا في عندي فقط عمليا اللي هو فقط في عندي List Item واحد فقط في عندي Option واحد يختار من الوزر فبالتالي رح اروح مباشرة بداخل عندي اللي هو ASP.NET مباشرة رح اضغط Submit تمام الان بداخل عندي هنا Submit مباشرة رح اجي احكي Response dot اللي هو Write الان رح نيجي نطبع اللي هو نحكي بالبداية اللي هو Text حتى نيجي نطبع اللي هو Text رح نيجي نحكي عندي هون راديو button list one dot تمام Selected اللي هو Item dot اللي هو Text طبعا بداخل نتبه انه لابد انه نحول الى ToString اوكي الان رح ناخد نفس هاي اللي هو line رح نعمل منه Copy Paste ورح نيجي هنا مباشرة بدي اجي اعرض اللي هو Value ورح يحكي له Selected Item Value وعدل هون عندي بدي هنا اضيف اللي هو عندي الاندكس تمام وحتى اضيف الاندكس لابد انك تحكي عندك مباشرة اللي هو dot اللي هو Selected Index وراحظ طبعا انه Selected Index بترجع لك Retain Type لالها هو Integer فبالتالي لابد انك تحول الى ToString اوكي لانه احنا بجو من الطبع الآن زي ما احنا ذكرنا فمثلا اذا الوزر ما اختار Items وراح ضغط على البتن اللي هي Submit فبالتالي راح يكون Selected Item Null وبالتالي لما راح يحاول يجيب اللي هو التكست اللي خاص بالNull مباشرة راح نعطيك اللي هو Null Reference Exception تمام زي ما شفنا في الدروس السابقة فبالتالي لا بد ان يجي ان يحكي له انه if Radio Button List Dot Selected Item ما بتساوي عندي Null تمام فبالتالي راح نفذ لي هاي اللي هي Statements الموجودة عندي هون او بإمكانك انك تستخدم Selected Index ما بساوي اللي هو ال-1 نفس الكلام الان لو ضغط على Ctrl و F5 اجيت نفذت اخترت ال Options اللي انا بدي اياه بالبداية انا ما راح اختار أي option حتى نتأكد انه ما بعطيني exception فالآن دعمل Submit راح اطلاح انه ما بعطيني اي exception مثلا اخترت اللي هو red مباشرة Submit اعطاني اللي هو text اللي هو عمليا red و value هو 1 و index 0 حتى تكون more readable راح نضيف عندي هون مباشرة اللي هو break line تمام زي ما احنا شايفين نفس الكلام راح نكرر عندي هون تمام طبعا اخر line ما في داعي نحط break line انه هو فقط راح يعرض single item single list item single option اوكي الان راح نيجي انه مباشرة خلينا اختار مرة ثانية مثلا اللي هو green و نعمل Submit مباشرة نعرض للي text و عرض لي value و عرض اللي هو index لان راح نشوف كيف راح نعمل clear selection لما تنفذ عمليا clear selection تمام هل في طريقة انك تشير هذا selection تمام الطريقة الوحيدة حتى انك تشير selection الموجود على radio button list انك تعمل الوеб form نفسها فبتلاحظ انه مجرد 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 مباشرة نعمل لي deselection تمام الآن خلينا مثلا نختار الريد نعمل reload مباشرة ان شاء اللي هو selection او another way تمام انه تضيف button عندك تعمل deselection على الهو item لان لما تيجي تعمل انت clear على selection بدك تنتبه انه ما في داعي اعمل for each والف على كل هاي اللي هي list items تمام لانه كثير من المبرمجين بروح بعمل for each loop وبشيك اذا كان عامل عليها selection اخلي selection عليها false هذا الكلام ما في داع له مباشرة بامكانك انك تعمل هذا الكلام في سطر واحد فقط نضغط double click على clear selection مباشرة تعمل الهو لل event handler اللي خاص بالbutton مباشرة رح تيجي تحكي فقط الهو radio button list one dot selected index equal minus one ما في داع اعمل for each loop والف عليهم احكي كالتالي يعني ما في داع احكي عندي هنا for each loop احكي عندي list item تمام احكي li اعمل it regions على ما بداخل الهو radio button list تمام هذا الكلام اللي احنا شايفين ونحكي اذا كان عندنا list item اللي هو selected فبالتالي مباشرة خليلي عندي هذا list هذا الكلام ما في داع اله اول ايش لانه عملية more code فبالتالي رح ياخد processing اكثر فبالتالي ما في داع اله فقط بامكانك انك تعمل الهو radio button dot selected index equal minus one خلينا نشوف اذا هذا الكلام مشتغل كما هو متوقع الان رح نيجي مرة تانية نعمل selection على اللي هو green نعمل submit عرض لي معلومات والان نعمل clear selections مباشرة شال ليا تمام اذا هذا كيف بيمكنك انك تعمل deselections على بداخل radio button list single list item تمام لما نعمل عمليا select option او single او لما نختار option معين او او اتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل اخيرا thanks for your listening and have a great day